التقرير الإحصائي للطاقة العالمية الذي تصدره شركة بريتش بيتروليوم البريطانية أشار إلى أن إنتاج سوريا من النفط بلغ 380 ألف برميلا يوميا عام 2010 وكانت تنفق عائداته على شكل مصاريف شخصية وأكد التقرير أن العائدات النفطية لم تدخل بميزانية الدولة ومع قيام الثورة السورية تغيرت خالطة السيطرة على الثروة النفطية حيث تقاسمت قوات الحماية الكردية وتنظيم الدولة ما يقارب التسعين بالمئة من النفط السوري خارطة التوزيع الجغرافي للمناطق الرئيسية للإنتاج تبين وجود منطقتان رئيسيتان الأولى تقع تحت سيطرة وحدات الحماية الكردية وهذه المنطقة تنتج النفط الثقيل ومن أبرز حقولها الشداد والرميلان المنطقة الثانية تنتج النفط الخفيف وتخضع لسيطرة تنظيم الدولة وتعتبر حقول العمر والتيم أهمها وهي بدير الزور تنظيم الدولة اعتمد تجارة النفط بشكل رئيسي لأجل تمويل نشاطاته العسكرية وبحسب وثائق كشفها التحالف الدولي بعد قتله أبو سياف المسؤول عن النفط بالتنظيم أن نصف مليار دولار أرباح التنظيم خلال ستة شهور جراء بيعه النفط لنظام الأسد تقارير كردية أكدت نقل النفط السوري إلى مناطق بكردستان العراق حيث يجني حزب البايا دي عشر ملايين دولار شهريا ضعف الإمكانيات التقنية لدى البايا دي أدى لخروج الكثير من الآبار النفطية عن الخدمة وضياع كميات كبيرة من الاحتياطات النفطية خسائر قطاع النفط منذ بداية عام 2011 بلغت حتى تشرين الثاني الماضي ما يقارب أربعة وستون مليار دولار بحسب ما ذكرته وزارة النفط التابعة للنظام ومع استمرار الإنتاج وفق التقنيات البداية المستخدمة من المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط الخفيف إلى حوالي عشرين ألف برميل يوميا الأمر الأكثر كارثية أن هناك العديد من الدراسات تشير إلى أن معظم الآبار النفطية السورية وخاصة في الحسكة سوف ينتهي مخزونها الاحتياطي عام 2025 لم يكتب للشعب السوري الاستفادة من الثروة النفطية التي كانت سببا في تحقيق الرفاهية للعديد من دول المنطقة حيث انتقلت من يد نظام وظفها لخدمة مصالحه الشخصية إلى يد تنظيمات جعلت من عائدات النفط سبب لموت الآلاف من السوريين